اشتركوا في القناة على مستوى الجماعة الترابية اي تسحق اقليم خنفراء نجمت عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة مكناس في اتجاه مراكوش مما ادى الى مقتل 12 شخصا منهم رضيع واصابة 39 اخرين باصابة بلغة لنتابع هذه اللقطات المؤلمة والحصرية من عين المكان واوضح المصدر ذاته ان مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الحديث وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملبسات هذه الواقعة الى هنا نصل وإياكم اعزائي الافاضل الى نهاية خبر اليوم قدمناه لكم مباشرة من قناتكم شوف تي في الى اللقاء اشتركوا في القناة